اهلا بكم مشاهدين الى حلقة جديدة من النفط والطاقة انا ميساء القلة وفي ابرز عنوينها نتابع ايران تتأهب لدور محوري في اسواق النفط مع ابرامي الاتفاق النووي زيادة مرتقبة للمعروض في 2016 ومودز تتوقع اعادة تصنيف المصدرين العالم يتهيأ للاستثمار في ايران والشركات تعلن استعدادها لاعادة احياء القطاع النفطي اهلا بكم الاتفاق النووي بين ايران ودول مجموعة خمس زائد واحد التي تتألف من الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والمانيا هو اهم وابرز حدث خلال الاسبوع سنناقشه من جوانب متعددة الاتفاق يفرد قيودا على برنامج طهران النووي لضمان عدم استخدامه لاهداف عسكرية لقاء رفع العقوبات الاقتصادية تدريجيا عن طهران وهو ما يعني عودتها لمعدلات الانتاج ما قبل توقيع العقوبات ماذا يعني ذلك لأسواق النفط وكيف يمكن ان تتأثر الاسعار نتابع في هذا العرض مع الزميلة نوها علي كل التفاصيل اذا مشاهدين كيف سيكون تأثير الاتفاق الايراني على اسعار النفط وبالتالي كيف ستتغير هيكلية الاقتصادات العالمية اذا ما تم فعلا اخراج هذا المخزون النفطي الايراني الى الاسواق يقال ان اكثر من 35 مليون برميل هي جاهزة للانطلاق في الاسواق بمجرد ازالة العقوبات عن ايران لكن لنستعرض قليلا بالنسبة للملامح العامة لتأثير هذا الاتفاق على اسعار النفط عودة النفط الايراني للاسواق هذا من ضمن طبعا الاتفاقية النووية الذي تم توقيعها يوم الاثنين وزيادة التخمة هذه العودة طبعا ستعني زيادة التخمة للمعروض النفطي في الاسواق العالمية وستؤثر على اسعار النفط وايضا سوف يكون هناك ضغوطات متواصلة ولذلك قد لا نشهد هناك الكثير من العوامل قد لا نراها تطبق بشكل سريع لأن حتى تطبيق وتنفيذ إزالة العقوبات عن إيران سوف تتخذ بعض الوقت المقدرة النفطية لإيران يبدو أن هناك احتياطيات كبيرة هو رابع أكبر احتياطي نفطي في العالم وبالتالي نحن نتحدث عن إمكانيات كبيرة وهو طبعا إيران تحتل الترتيب الثاني في منظمة أوبيك من حيث الإنتاج فيما يتعلق أيضا بالمقدرة الإيرانية النفطية الاحتياطي إذن يصل إلى 135 مليار برميل لنتحدث عن الإنتاج النفطي ما هي المراحل التي مر بها خصوصا بعد تطبيق العقوبات المقدرة الإنتاجية القصوى للإنتاج الإيراني كانت في 2008 تصل إلى الأربعة ملايين برميل هذا ما تسعى إيران للوصول إليه تقول أننا سوف نتدرج في وصولا إلى هذا الرقم من جديد إذن عود إلى الأرقام السابقة التي كانت عليها الإنتاج قبل تطبيق العقوبات ولكن وصلنا في 2015 إلى أن الإنتاج وصل إلى حدود المليونين وثمانمائة ألف برميل يوميا إذن هذا على مستوى الإنتاج لنعود أيضا إلى الأرقام الأخرى والتي يمكن أن نتبين منها ملامح تأثير أسعار النفط بهذه الاتفاقية متى سيتم رفع العقوبات باعتبار أن هناك واضح أن هناك أشهر وشوت ومتوسط المدى حتى تعود إيران بكامل قوتها فيما يتعلق إلى السوق النفطية لكن هناك إشكاليات اقتصادية للاقتصاد الإيراني ما يزال يعاني منها بداية هناك إذن موافقة الكونغرس والتي قد تأخذ من الثلاثين إلى ستين يوما وكان الرئيس أوباما قد هدت فيه إذا ما كان ما تم الرفض رفض هذه الاتفاقية من قبل الكونغرس أنه سيلجأ إلى الفيتو معناها أننا سوف نحتاج إلى ربما مدة زمنية أطول من هذه المدة هذا يعتمد إذن ما بين الثلاثين إلى ستين يوم حتى يمرر الاتفاق ضمن الكونغرس وحتى تنتهي كل الإشكاليات فيما يتعلق ربما بالخلاف في وجهة النظر رفع العقوبات إذن يحتاج إلى ستة أشهر على الأقل وتنفيذ الاتفاق من الجانب الإيراني كما سمعنا بالنسبة لبنود الاتفاقية سيبدأ عمليا التنفيذ بدءا من تسعين يوم من الآن طبعا تبقى لجدول الزمني ولكن يحتاج إلى عدة أشهر يقال أننا قد نشهد إزالة هذه العقوبات في تقريبا النصف الأول من 2006 باعتبار ستكون هناك تمرير طبعا لهذه الاتفاقية في الأمم المتحدة ومن ثم إلى الكونغرس ومن ثم سيكون هناك عودة وكالة الطاقة الزرية لتفتيش وأعطاء تقريرها إذا كانت إيران التزمت بهذه البنود وطبعا الوقت المتوقع لرفع هذه العقوبات قد يكون في النصف الأول من 2016 لنعد أيضا بالنسبة لأخبار المقدرة الإنتاجية الإيرانية فيما يتعلق بإيران تمتلك حاليا أكثر من 35 مليون برميلية موجودة على ناقلات وحتى أن إيران قد أطلقت في وقت سابق أن لديها إلى حدود 40 مليون برميل ولكن هي لا تريد أيضا أن تدخم سوق النفط هي تقول أننا يمكن أن نمررها عندما تزول هذه العقوبات ممكن تمريرها بحدود 180 ألف برميل يوميا حتى لا تحدث هناك صدمة في الأسواق أيضا لدينا إمكانية من المليونين وثمانمائة ألف برميل إلى ثلاثة ملايين ونصف المليون برميل خلال من الممكن إذا عودتها إلى الأسواق طبقا لوكالة الطاقة الدولية إذن هذا خلال أشهر يمكن أن نصل إلى هذا الرقم الذي هو أقل من الأربعة ملايين ولكن أربعة مليون برميل يوميا تستطيع إيران أن تصل إليها إذا ما عادت دخل الأموال في الكثير من عمليات استصلاح المقدرات الإنتاجية وقد تصل إلى رقم الأربعة ملايين برميل يوميا في العام 2020 وفيما يتعلق أيضا باستثمارات الأجنبية كم تحتاج إيران على الأقل في الوقت القريب هي تحتاج من ما بين الخمسين إلى مئة مليار دولار فقط لرفع الإنتاج نحن نتحدث عن هذه المبالغ التي تحتاجها في المنظومة النفطية وليس طبعا في المنظومات المتبقية الصعوبات البيروقراطية حتى الكثير من الأجانب كانوا يقولون أن هناك صعوبات بيروقراطية بالنسبة لفتح أعمال واستثمارات قد تتغير هذه العقلية بشكل كبير في إيران باعتبار أن هناك بات تواجد كبير للأجانب في المنطقة ولكن الصعوبات أيضا صعوبات رفع إنتاج إيران لأن النفط كسيناريو أسوأ أن يفشل الاتفاق النووي وقيل بأن عملية إذا ما أخلت إيران ببعض هذه البنود سوف تعاد إليها العقوبات ضمن 65 يوما إذن هذه بعض الملامح فيما إذا عاد النفط الإيراني إلى الإنتاج والضخء القوي في الأسواق بعد هذا الاتفاق النووي التاريخي بين إيران والمجموعة الكبرى أكد مسؤولون إيرانيون أن طهران ستعود إلى سوق النفط العالمية بكامل طاقتها مشيرين إلى أن عددا من مصاف النفط قد أبدت رغبتها في شراء إمدادات نفطية إيرانية وذكرت شركة النفط الوطنية بأن إيران قد تصل إلى طاقتها الإنتاجية قبل العقوبات والبالغة 4 ملايين برميل يوميا إذا كان هناك طلب في السوق بعد صراعات دبلوماسية دامت عشرة عوام متواصلة وانقطاعها عن السوق العالمي تعود إيران ثانية أكبر منتجا للنفط في أوبيك وثانية أكبر احتياطات للغاز الطبيعي تعود إلى الساحة لاكتساح السوق النفطي مجددا يأتي هذا في أعقاب الاتفاق الذي توصلت إليه طهران ومجموعة خمسة زائد واحد حول البرنامج النووي والذي من شأنه أن يسمح برفع الحظر عن صادراتها النفطية ويرتقب أن يؤدي رفع العقوبات عن إيران إلى تراجع أسعار النفط التي تشهد أصلا هبوطا بسبب وفرة المعروض وخاصة معنية طهران زيادة صادراتها بينما لا تبدو دول أوبيك مستعدة للتنازل عن حصصها في السوق ورأت وكالة فيتش للتصنيفات الاتمانية أن تعافي النفط الإيراني قد يستغرق سنوات لكنه قد يبدأ في عام 2016 والاتفاق النووي الإيراني قد يسمح بزيادة كبيرة في إنتاج النفط الإيراني متوقعة زيادة في إنتاج النفط الإيراني على مدى العام القادم لكن بأقل من نصف حجم الإنتاج المتوقع البالغ 1.4 مليون برميل يوميا فقد بلغ إنتاج إيران النفطي خلال العام الجاري نحو 2.8 مليون برميل يوميا في المتوسط وسجلت صادراتها نحو 1.1 مليون برميل يوميا فيما تبلغ احتياطات إيران من النفط نحو 157.8 مليار برميل وهو ما يكفي لإمداد الصين بالخام لمدة تتجاوز 40 عاما لكن وعلى الرغم من التأثير السلبي لاتفاق إيران على أسعار النفط فإن هذا التأثير سيكون على المدى الطويل إذ ستصدر البكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا في الخامس عشر من ديسمبر القادم بشأن تنفيذ طهران لبنود الاتفاق حول برنامجها النووي وعلى ضوء هذا الاتفاق من المقرر أن تزيد شركة النفط الوطنية الإيرانية الإنتاج في جميع الحقول هذا العام وفقا لمسؤول في قطاع النفط الإيراني الذي أكد أيضا بأن الشركة يمكنها الوصول إلى طاقتها الإنتاجية التي كانت عليها قبل العقوبات والبالغة 4 مليون برميل يوميا إذا كان هناك طلب كاف في السوق إلى ذلك اتجهت ناقلة إيرانية عملاقة تحمل مليوني برميل من النفط إلى آسيا بعد أن ظلت في المياه الإيرانية لأشهر وهي أول ناقلة تستخدم لتخزين الخام تبحر بعد الاتفاق النووي وتخزن إيران طبعا ملايين البرميل من الخام على متن ناقلات رابضة في مياهها الإقليمية منذ أشهر على صعيد آخر أشارت موديز إلى أن الاتفاق النووي الإيراني سيزيد المعروض النفطي في 2016 مما سيكون عاملا سلبيا في التصنيف الاعتماني لمصدري الخام ويشير محللون إلى أن هذا الاتفاق الذي ساهمت روسيا في التوصل إليه من خلال مفاوضات ماراثونية سيساهم في تنشيط المبادلات التجارية مع طهران غير أنه قد يشكل ضغطا على عائدات الطاقة والتي تحتاج إليها روسيا وإيران والتي ستبدأ قريبا محادثات مع الهند للاتفاق على آلية استرداد أكثر من 6 مليارات وخمسمائة مليون دولار مستحقة على شركات التكرير الهندية مقابل إمدادات نفطية شركات التكرير الهندية مدينة لإيران بنحو 55% من قيمة الخام الذي اشترته منذ فبراير شباط 2013 بعد انسداد القنوات المصرفية تحت ضغط العقوبات الأمريكية والأوروبية وزيرة خارجية جنوب إفريقيا أكدت أيضا أن بلادها تتطلع لاستئناف التجارة مع إيران بما في ذلك الواردات النفطية وذلك بمجرد رفع العقوبات إيران كانت يوما ما أكبر مصدر للنفط لجنوب إفريقيا والثاني أكبر مستهلك للنفط في إفريقيا وبواردات تبلغ إجمالا نحو 380 ألف برميل يوميا أما على مستوى الشركات التي بدأت تعلن عن رغبتها بدخول السوق الإيراني بعد طول غياب نقلت صحيفات كوميرسانت الروسية عن الرئيس التنفيذي لشركة توتال قوله بأن شركة الطاقة الفرنسية تتطلع إلى مشاريع للغاز الطبيعي المسال والنفط في إيران وإن مشاركة توتال في تطوير النفط والغاز الإيراني ستتوقف على الشروط التي ستعرضها طهران على المستثمرين الأجانب توتال كانت غادرت إيران في عام 2006 حيث كانت تعمل في مشروع للغاز المسال بحق البارس الجنوبي واشلومبرغي وهي أكبر مزود لخدمات الحقول النفطية في العالم أعلنت بأنها ستدرس أيضا في أمر العمل بإيران فور رفع العقوبات مجموعة إني الإيطالية للنفط والغاز قالت إنها ستدرس العودة للاستثمار في إيران إذا تم رفع العقوبات عنها وإذا قدمت طهران شروطا تعاقدية مواتية تتماشى مع المعايير الدولية في مايو أيار كان اجتمع مسؤولون كبار من إني التي تسيطر عليها الدولة مع وزير النفط الإيراني لمناقشة سلسلة مسائل من بينها متأخرات عقود كانت إني قد توقفت عن الاستثمار في إيران في عام 2001 بعد الفاصل سنفتح ملف رفع العقوبات عن إيران وهذا القرار التاريخي مع ضيوفنا من فرانكفورت والقاهرة ابقوا معنا أهلا بكم من جديد إذن ونفتح ملف اتفاق إيران النووي مع القوى الكبرى وما هي تبعات هذا الملف على المنطقة على أسعار النفط على المصدرين وعلى كل الأسواق للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلي من فرانكفورت سيد كارسن فريتش محل الأسواق السلع في كوميرس بانك وينضم إلي كذلك من القاهرة الدكتور محمد النظامي رئيس مجلس إدارة شركة سمارت فيجن للاستشارات أهلا بكم أولا ودعوني أبدأ الحوار من فرانكفورت مع سيد كارسن فريتش هذا الاتفاق الذي وصف بالتاريخ سيد كارسن إلى أي مدى ستستطيع إيران أن تحقق منه الفوائد الاقتصادية القصوى المرجوة منه الهدف الأساسي سوف يكون إعادة تصدير النفط لأنه المصدر الأساسي للإيرادات وكلما حصل ذلك بشكل أبكر فكلما كان ذلك أفضل لإيرادات الدولة الإيرانية وللاقتصاد الإيراني لكن نشك أن يحصل هذا الأمر بشكل وشيك هذا العام هذا العام لن يحصل في جميع الأحوال لأن الاتفاق الذي يسمح بتخفيف العقوبات لن يحصل قبل الأول من 2016 وبعد ذلك سنحتاج إلى بعض الوقت حتى تتمكن الصادرات الإيرانية من الوصول إلى المستويات ما قبل الأزمة ونعتقد أن هذا الأمر قد يحصل في نهاية 2016 أستاذ محمد النظامي رئيس مجلس إدارة شركة سمارت فيجن للاستشارات أرحب بك من جديد استمعت إلى كلام سيد كارسن بأنه قد إيران لا تحقق الفوائد المرجوة مباشرة إلا بعد عامين من الآن دعني أسألك اليوم عن الخطوات التي قد يؤسس لها هذا الاتفاق فيما يخص الحصص روسيا كانت لاعب أساسي في التواصل إلى هذا الاتفاق ما بين إيران والقوى الكبرى هل سيكون هناك إنعكاس سلبي على حصة روسيا اليوم بالسوق بعودة إيران؟ في البداية مسئلة خير طبعا الاتفاق الجديد مع إيران هو اتفاق تاريخي بكل الأوضاع أتفاق مع المحلل السابق عن أن النفط الإيراني لا نظهر في السوق العالمي إلا بعد على الأقل ست شهور من الآن بسبب الآدي بسبب رفع العقوبات الحالية وبسبب أن الأبار البطولية في إيران تحتاج فترة كبيرة تزيد عن ست شهور من أجل إحياء الأبار هذه الأبار تعاني معاناة كبيرة من فترة العقوبات وقبل ذلك من أيام شاه إيران الأبار النفطية تحتاج العديد من العامل التكنولوجية الحديثة لاستخراج النفط بكميات كبيرة الفترة القادمة أنا أتفاق مع زميل السابق أن إيران سوف تحتاج من ست شهور إلى عام وليس عامين إلى بداية طرح الإنتاج الإيراني في السوق العالمي لو جاء نتكلم من منظور تاني روسيا والسعودية ودول الخليج العربي وما تأثير هذا الاتفاق عليهم لو جاء نتكلم أن روسيا هي الحليف من أهم الحلفاء الموجودين مع إيران في فترة ماضية وكان لها دور كبير جدا في الاتفاقية الأخيرة ممكن أن يكون هذه الاتفاقية لها أثار إيجابية على النواح السياسية لكن أعتقد أن النواح الاتصادية الروسية سوف تتأثر تأثير كبير جدا بهذا الاتفاق بسبب أن المتوقع أن بعد مرور 6 شمال الآن أن تضخ إيران حوالي مليون برميل في السوق العالمي ضخ هذه الكمية بالإضافة أننا نتكلم أن إيران عندها في النقلات في البحر عن مياه الإقليمية الإيرانية حوالي في النقلات النفط حوالي 40 مليون برميل جهازين للتصديم في فترة القادمة إيران سوف تتوجه إلى حلفاءها القدامة زي الصين وكوريا الجنوبية وزي تركيا وهيبدأ عدد ضخ هذه الكميات الكبيرة ده يأثر بالسلب على دولتين مهمين جدا كانوا بيغطهم هذه الدول في فترة العقوبات الموجودة على إيران زي السعودية وروسيا روسيا ستتأثر بأن حصتها من السوقات قل بالإضافة أن أسعار النفط تتوقع الأيام القادمة أن تتخفض إلى مستويات الـ 45 دولار أربر ميل إلى فترة طويلة إلى هذا الحد بالنسبة لخامل الأمريكي الخفيف كنا نتحدث عن أسعار النفط أستاذ كارسن إلى أي مدى ستواجه ضغوطات اليوم بفعل عودة النفط الإيراني إلى الأسواق من الآن وحتى بالفعل عودتها بالحدود القصوى ما هي الأسعار المرتقبة؟ رأينا أسعار النفط تعرض إلى الضغوط في يونيو حزيران نتيجة التوقعات بالتوصل إلى اتفاق مع إيران قبل أن يوقع الاتفاق طبعا هذا الأمر كان محتسبا نوعا ما لكن أفاق دخول المزيد من النفط إلى الأسواق هذا الأمر يؤدي إلى زيادة التخمة في المعروض أو بالإجمال هذا الأمر سيؤدي إلى الحد من ارتفاع أسعار النفط وبالتالي نتوقع للأسعار أن تظل تقريبا ما بين 60 و70 دولارا للبرميل حتى أواصل 2016 كما أن الأمر أيضا سوف يتوقف على ردفع المنظمة أوبيك تجاه زيادة إنتاج النفط الإيراني إذا فشلت أوبيك في التوصل إلى اتفاق بخصوص المحافظة على سخف الإنتاج دون زيادة فإن الأسعار يمكن أن تنخفض انخفاضا إضافيا إلى ما دون 60 دولارا وتظل دون 60 دولارا في النصف الأول من العام المقبل وهذا ما نترقبه يمكن من اجتماع أوبيك يعني سيد كارسن مع نهاية هذا الشهر ما بين روسيا وأوبيك هل ستفلح روسيا هذه المرة للحفاظ على حصتها من السوق بإقناع المملكة العربية السعودية أو أوبيك على الأقل بأي قرارات فيما يخص الحصاص لا أعتقد أن هذا الاجتماع سوف يغير الوضع الراهن المملكة العربية السعودية سوف تواصل الإنتاج بمستويات قريبة من المستوى القياسي وروسيا سوف تواصل زيادة إنتاجها النفطي وسيكون من المهم جدا أن نراقب كيف سيكون رد فعل السعودية في اجتماع أوبيك في ديسمبر كانون الأول عندما يكون موضوع النفط الإيراني مطروحا للنقاش ولا سيما النفط الإيراني وما سيحصل له العام المقبل نعم دكتور محمد يعني إلى أي مدى تعتقد بأنه سنرى بعد هذا القرار وبعد رفع العقوبات حركة نشطة من جديد من قبل دول الخليج التي ستتسابق لتملك يمكن أنظمة نووية أو برنامج نووي بالخليج دفاعا عن نفسها بما أنه رفعت العقوبات عن إيران لو جاءنا نتكلم في النواحة السياسية النواحة السياسية نرى أن العلاقة الأمريكية السعودية على أحسن ما يكون وزير الدفاع الأمريكي يزور فيها اليوم المملكة العربية السعودية إلى الشعب السعودي والحكومة السعودية أن المملكة العربية السعودية في أولى أولويات الحكومة الأمريكية وأن وجود إيران في هذه المنطقة بسلاح نووي ليس له أصب خطير لأن النووي الأمريكي تحت سيطرة السعودية في حالة طلبها وتحت سيطرة إسرائيل في حالة الطلب وجود الوزير الدفاع الأمريكي ما بين تل أبيب وعمان والرياض أدل على أن هناك رسالة هامة إلى هذه الشعوب أن أمريكا وهذا تصويح ظهر أمس من وزير الدفاع أن في حالة عدم خضوع إيران إلى التزام كامل بالقواعد القواعد التي تم وضعها من مجلس الأمن الدولي سيكون هناك عقوبات جديدة وأن الخيارة العسكري ليس بعيد في حالة استخدام إيران للخيارة العسكري بالإضافة أن الإمارات بدأت فعلاً دولة الإمارات العربية بدأت تبني أربع مفاعلات نووية للاستخدام السلمي خلال الفترة القادمة وأعتقد أن الإمارات تسعى في فترة القادمة أنها تعمل تجارب معلنة أو غير معلنة على إنتاج سلاح نووي طبعاً وجود مفاعل نووي أو أربع مفاعلات نووية موجودة في الإمارات العربية المتحدة في فترة القادمة من الممكن تبقى للواقع النووية والاتفاق الدولي النووي أن يكون هناك في الإمارات أسلاح نووي سؤال أخير لسيد كارسن من فرانكفورت سيد كارسن إلى أي مدى سنرى رد فعل من قبل منصات الحفر التي بدأنا نعود لنرى نوع من النشاط عليها كرد فعل على عودة النفط الإيراني إلى السوق هل سيكون هناك منافسة اليوم ما بين النفط الإيراني والنفط الأمريكي الصخري تحديداً لن يكون هناك منافسة بين النفطين لأن هذان النوعان من النفط مختلفان ولكن هذا الأمر سوف يؤثر على المعروض الأمريكي من خلال الأسواق العالمية وإذا ظلت الأسعار العالمية منخفضة لفترة طويلة من الزمن فإن أنشطة الحفر في أمريكا سوف تتأثر بشكل سلبي رأينا الأسبوع الماضي في عدد منصات الحفر أن هناك انخفاضاً لأول مرة في ثلاثة أسابيع وهي قريبة من أدنى المستويات منذ صيف 2010 تقديراتنا تشير إلى المزيد من التباطئ في إنتاج النفط الصخري الأمريكي وبالتالي يجب أن يكون لدينا توازن في الأسواق نتيجة هذا الأمر الحاصل في الإنتاج الأمريكي سيد كارسين فريتش محلل الأسواق السلع في كومرس بانك كنت معي من فرانكفورت شكراً جزيلاً لك وضيفي كذلك من القاهرة دكتور محمد النظامي رئيس مجلس إدارة شركة سمارت فيجن للاستشارات شكراً على مشاركتك بهذا مشاهدين نصل إلى ختام حلقة النفط والطاقة لهذا الأسبوع للمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا الإلكتروني cnbc.com وأيضاً مواقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك وتويتر أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة